استكمالا لمعاناة تجربة المشاهدة في الفيلم ده تيجي أعدتي في السينما جنب الست أطفال ضفعة واحدة أكبر عيل فيهم عنده 8 سنين مثلا ومع ذلك تأتي الحكمة على لسان واحد فيهم لما زعق في والدته في نص الفيلم وقال لها أنا أصلا كنت عاوز أدخل الفيل اللي أزرق أحداث فيلم خيال ما قاتة بتبتلي بعملية سرقة بتتم في الستينات يكن بينجح في أنه يسرق البروش بتاع الست وموكلتون بمساعدة صديقه خليل عشان يقدمه كشبكة للبنت اللي بيحبها ولكن بعد كده بيغير رأيه وبيقرر يستخدمه عشان يفتح أبواب أكبر في عالم السرقة والجريمة وبعد سنين طويلة يكن اللي بقى راجل عجوز بيقرر يخطط لعملية جديدة عشان يسرق نفس البروش ويستخدمه عشان يحقق مكسب جديد من شاري جديد ولكن المرة دي هو محتاج لمساعدة حفيده وعزيز اللي فعليا بيكره جده وبيكره أسلوب حياته فيا ترى إيه اللي حيحصل من ساعة فيلمه الأخير لفه ودوران في 2016 وإحنا بنسمع أخبار أن أحمد حلمي مش حيرجع إلا من خلال المشروع المناسب أخبار كتير وتقارير كتير أكدت أنه المرة دي حياخد وقته عشان يلاقي الفكرة الصح للمشروع الصح اللي حيحقق من خلاله العودة الناجحة اللي حيكافئ بيها جمهوره على صبرهم عشان كده لما ظهرت أخبار خيال ما قاتى الناس كلهم سخنوا جدا على المشروع اللي حيرجع حلمي للطريق الصحيح ولكن بعد كده بدأت تظهر بعض العلامات الغير مطمئنة زي التريلر اللي ظهرت قبل موعب عرض الفيلم بيوم واحد والفيلم نفسه اللي تزق يوم كامل عن موعب عرضه الأصلي رغم أن باب الحجز كان مفتوح وفيه ناس اشتروا تذاكر آه على فكرة الكنز اتنين ما كانش اختياري الأول بعد ولاد رزق اتنين أنا رحت السينما وفي إيدي تذكرة الخيال مقاتة واضطر يتغيرها على الباب لما كل ده حصل ابتدي تقلق من أننا بنعيد سيناريو لفه ودوران مرة أخرى فيلم واعب يخرج بشكل أقل بكتير من أفضل صورة ممكنة بسبب الاستعجال وحقيقي تمنيت لو الفيلم يتزق كم أسبوع خلصوا استعداداتكم وتأكدوا من أن الفيلم خارج بالشكل اللي يرضيكم ولكن بعد ما شفت خيال مقاتة أقدر أقول أني سعيد أنه ما تأجلش لأنه ولا حتى كام سنة كانوا ممكن يساعدوا في أي حاجة لسه برضو عندنا بعض علامات التصرع تقنيات وأفكار مش جذابة بيتم استخدامها لأنها أسهل وحنتكلم عن الموضوع ده بالتفاصيل وبحرية حرق على بوديو فافتكروا اتبعوني هناك بس التصرع مش أكبر مشاكل الفيلم المشكلة أنه مش فعال على أي مستوى لا نافع كفيلم سرقات ولا كدراما عائلية ولا ككوميديا رومانسية ولا ككوميديا من أي نوع ده أقل فيلم بيدحك لأحمد حلمي ما بين كل أفلامه يا جماعة بما فيهم صهر الليالي صعب جدا أتخيل أن ده العمل اللي أي حد في الدنيا ممكن يختاره بعد ثلاث سنين من المقارنة والمفاضلة لو ده أفضل عمل أمال الباقي كان شكلهم إيه الفيلم ده بيمثل الفكرة اللي ممكن أي حد يلجأ لها لما ييقس من إنه يلاقي فكرة فيلمنا بيعتمد بشكل كبير في حبكته على الإفتراضات الغير منطقية واحد بيعمل عملية كبيرة عشان يسرق كنز لا يقدر بتمن عشان يديه هداية لحبيبته رغبة كبيرة بتغلب شعوره تجاه حبيبته للانضمام لمؤسسة ما بتعملش أي حاجة غير إنها تسرق حاجات وتبيعها في مزادات واحد بيلجأ للأبواب الخلفية عشان يحصل على الكنز ده بدل ما يحاول يتغلب على منافسه في المزاد وخلاص ودي مجرد أمثلة قليلة في حاجات أكتر بكتير وأوضح بكتير هنتكلم فيها على بوديو بس أنا بالوقت بحاول ألتزم بعدم الحرق لما فيلم يوصل لهذه الدرجة من الهزل فكأنه بيقول للمشاهد إن تفاصيل الحبكة مش مهمة البهاريز فحاجة تانية وبما إن ده فيلم كوميدي لواحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر فما فيش منع إن احنا نعوز نضحك وأدوات الكوميديا في الفيلم ده يمكن تلخصها بشكل أساسي في تلات نقاط أولا بخ ليكن وعدم احترامه لكل الناس اللي حواليه ثانيا التناقض ما بين طبيعته وطبيعة عزيز وثالثا مشاكسات عزيز الرومانسية مع أسيا سكرتيري تيكن طبعا فيه أدوات ومواقف أخرى زي عصابة العواجيز أو طريقة القيصر اللي جسده خالد الصاوي ودي حاجات أظن إنها كانت تستحق وقته واهتمام أكبر لأنها أفكار جيدة جدا وممكن يطلع منها ضحك كتير أو على الأقل أفضل من إننا نخصص الوقت الأكبر لنجمنا اللي بدون داعي بيلعب شخصيتين حاجة كده لما بيعملها حد كده ما بيخلصش وأرجوكم ما تقولوا ليش إن دي حاجة كان لها داعي درامي وعلى كل حال دي من الحاجات اللي حنتكلم فيها في مناقشة الحرق بس عموما يعني أدوات الكوميديا المتكررة في تأديري هم التلاتة اللي قلتلكم عليهم وفي تأديري برضو نادرا لما كانوا بيدحكوا وخصوصا أسلوب الكوميديا الرومانسية بتاع حلمي اللي لازم يتواجد في كل فيلم وللأمانة كان دايما ناجح ولكن المرة دي بيخطئ الهدف تماما وزي ما قلت إن الكوميديا ما كانتش بتضحك برضو ما قدرش أقول إنها كانت بيخة هي بس وقفة في نقطة الابتسامة المملة ومعاها كل حاجة تانية في الفيلم زي الإقاع البطيء والتوقعات اللي دايما مش في محلها يعني مثلا مشهد عزيز الأول في الفيلم أخد وقت طويل جدا وأظن إن السبب ورده إن صناع الفيلم تصوروا إن الناس حتدمع من الدحك ويمكن فعلا المشهد ده يكون واحد من المرات الأوليلة اللي حقيقة حكت فيها ولكن مش للدرجة اللي يبدو إن الفيلم كان متوقعها من طريق التصميم وتنفيذ المشهد كل أداءات الفيلم برضو محصورة في المنطقة الرمادية اللي قلت عليها دي ما قدرش أقول إنهم كانوا وحشين بس برضو ما قدرش أقول إنهم كانوا مثيرين للاهتمام وعزيز ممكن يكون أكتر حاجة رمادي في الفيلم لأنه أصلا مش شخصية ده مجرد أحمد حلمي من غير تمثيل ولا ليه طباع ولا ليه دوافع ولا ليه أي حاجة غير المشاكسات الرومانسية مع أسيا سكرتيرت ياكن ياكن على الجانب الآخر حقيقي جيد على مستوى التصميم وفيه مجهود كبير مشكور في المكياش بتاعه بس التكسيد للأسف للنسيان لما بنشوف ممثلين بيلعبوا شخصيات أكبر منهم في السن بكتير فده المفروض يعكس قيمة إضافية استثنائية يا إما على مستوى الكوميديا يا إما على المستوى الجاد ولكن للأسف لا دا ولا دا موجود بشكل استثنائي في تكسيد حلمي ليكن العجوز ولما تنزل بسقف توقعاتك الكوميديا والدرامية للدرجة دي تلاقي نفسك تشنكلت في قد إيه الحبكة بتاعتنا غريبة ومش منطقية دايرة خيبة أمل تجيب صداع منا شلبي ضريفة لأن منا شلبي ضريفة إحنا بنحبها وبنحب نشوفها في الأفلام بس مفيش عندي أي حاجة أقولها على دورها في الفيلم دا خالد الصاوي برضو ضريف لأن خالد الصاوي ضريف كان ممكن بدل دوره في الفيلم دا يعمل لنا فيديوهات من بتاعته وخلاص عندنا عبد الرحمن أبو ظهرة ورشوانة وفيه ولطفي لبيب وإنعام سلوسة ويبدو إن مستوى الطاقة عندهم جيد جدا وما عملناش بيهم أي حاجة حسن حسني ممتاز وحقيقي حبيت دوره القصير في الفيلم دا جدا واللي شخصيته أضافته للقصة أقيم عندي مليون مرة من حكم الميكروبسات اللي كتعملت تريمي في وشنا طول الفيلم واللي طبعا الناس هتلجأ لها عشان يقولوا علينا سطحيين وما فهمناش العمق اللي في الفيلم وأحسن لنا نروح نتفرج على كوميديا السوبكي طب على فكرة بقى في حكم في الفيلم دا متخدم من كونج فو باندا مش من الظلم إطلاقا إننا ننسب إحباطنا من الفيلم دا بالكامل لأحمد حلمي زي بالظبط لما بننسب نجاح أفلامه بالكامل ليه هو الصوت الأقوى وما فيش حد يقدر يجبره إنه يمشي في طريق غصب عنه والصوت دا للأسف ما بيختارش صح وعمال يقوده من غلطة لغلطة تقييمي لفيلم خيال ما آتا هو أربعة ونص من عشرة ويحصل إلي يحصل مناقشة الحلقة في رأيكم إيه هو أفضل أفلام حلمي على مستوى الحبكة وإيه أفضل أفلامه على مستوى الكوميديا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وبوديو وباي باي